أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي مقتل وإصابة العشرات جراء سقوط مقبوفات ألحقت أضرارا بمكتب اللجنة في غزة ويأتي الحادث في ظل احتشاد دائميات النازحين الفلسطينيين في منحيط مكتب الصليب الأحمر الدولي انتهاكات جديدة استهدافت المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في قطاع غزة هذه المرة طالت الصليب الأحمر الدولي إذ أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر سقوط مقبوفات من العيار الثقيل ألحقت أضرارا بمكتبها في غزة الذي يوجد في محيطه مئات المدنيين النازحين مخلفا عشرات القتلى والجرحى بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر أسفرت هذه الواقعة عن تدفق أعداد كبيرة من الضحايا إلى مستشفى الصليب الأحمر الميداني الواقع في المنطقة فضلا عن وجود تقارير عن سقوط ضحايا إضافيين واعتبرت اللجنة الدولية أن إطلاق النار بشكل خطير بالقرب من منشآت إنسانية معلومة مواقعها وتحمل شارة الصليب الأحمر بوضوح يعرض حياة المدنيين وموظف الصليب الأحمر للخطر فوضى تام هكذا وصف الأمين العام للأم المتحدة أنطونيو جوتيريش الوضع في غزة فقد أكد أن هناك نعداما تاما للأمن في القطاع واعتبر إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة في قطاع غزة مسؤولة عن استعادة النظام العام والسلامة في الأراضي الفلسطينية حتى يتسنى توصيل المساعدات الإنسانية ورغم نداءات الدولية المتتالية لإسرائيل لاحترام القانون الدولي وحماية المدنيين فإن الاحتلال لا يزال يقصف ويقتل كل شيء حي وغير حي فقنابله العشوائية التي لم تسلم منها حتى المكاتب الأممية الإنسانية فبعد الأنر وحان دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولا يزال الصمت قائما